لنقاش هذا الموضوع أحب ضيفنا من بغداد الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية لدراسات الاستراتيجية دكتور واثق مرحبا بك معنا ما أن فشل السيد علاوي واعتذر عن المضي في محاولات تشكيل للحكومة حتى عادت بوسط أسماء المرشحين الآخرين للقفز والنشاط وعادت المشاورات السياسية كذلك بين الرئيس وبين الكتل السياسية من خلال هذه المعطيات إلى أي مدى تبدو الأمور عادت تماما للمربع الأول سياسيا شكرا جزيلا كنت أحد المرشحين في كابينة السيد علاوي لكن توصلت إلى قناعة وهذه القناعة كانت راسخة لديها باتباري قريب من المشهد العراقي يعني إصرار الكتل السياسية على المحاصصة إصرارها على أن تأخذ حصتها من كل وزارة رفضها لمبدأ المستقلين والتكنقراط يضع العراق أمام زاوية حرجة التفكير بالمصالح الخاصة على حساب مصالح الوطن يعقد المشهد أنا أعتقد نحن مقبلين على مشهد خطير للغاية في ظل وجود رغبات لبعض السياسين أن لا تجرى أي انتخابات سيضعون العراقين حتى يكملون ثلاثة سنوات ليتكمل الدورة الانتخابية الآن الدكتور برهم صالح يقع في معزق كبير أي اسم مرشح يعني هناك أسماء مرشحة كالسيد يسعد العيداني السيد مقتدر صدر هدد بأكثر مرة بالدخول إلى الخضراء أيضا محمد الشاعر السوداني أسماء أخرى وحتى السيد مصطفى الكاظمي سيواجهون عقدة في إيجاد الشخصية في المرحلة القادمة وهذه الشخصية إن تم التوافق عليها يعني ربما أيضا ستجبر الكتل السياسية هذه الشخصية على الرضوق لها بأن تكون حكومة محاصصة طائفية بعيدا عن مصالح الوطن لكن دكتور واثق بتصورك من خلال الأسماء التي أشرت إليها لماذا هذا الإصرار من الكتل السياسية لعادة تدوير نفس الأسماء التي طرحت سابقا وكان الشارع قد عبر عن رضه لها حتى أي اسم قادم سيد العزيز أنا قلت لك قضية لو كان هناك تعاطي بمصلحة الوطن كان توصل إلى أي شخصية وما أكثر العراق فيه من كفاءات وخبرات لكن هناك تقاطعات يعني عندما ترشح شخص من هذه الكتلة الكتلة الأخرى بدون أن تبحث عن سيفي هذا الشخص ووضع تقول مرفوض وبالتالي هذا يحرج رئيس الجمهورية اللي وقع فيه مشاكل كبيرة ضربنا الدستور والتوقيتات الدستورية الآن 15 يوم على رئيس الجمهورية أن يكلف كتلة أو شخص وبعدها بـ 30 يوم يقدم أسماء الوزارة وبالتالي الأسماء أن قدمها لحتواجه نفس المصير اللي واجهها السيد محمد توفيق علاوي إذا لم يقدموا التنازلات إلى الكتل ويقدم الوزارات لها لكن هذه المسارعة من هذه الكتل لإعادة طرح أسماء مرشحيها السابقين بعد ساعات من اعتذار السيد علاوي هل يعكس قلقا من عودة الكرة وعودة الأمور للرئيس ليختار وربما يميل لاستجابة أو لبحث بعض الأسماء التي طرحت من الشارع نعم هناك ضغط كبير يمارس على السيد رئيس الجمهورية وهناك أيضا ضغط الشارع وهناك ضغط المرجعية التي تريد شخصية غير جدلية لكن هذه القضايا لا تفكر بها الكتل السياسية والدليل أنها تدور نفس الأسماء ولا تفعل بأسماء جديدة يعني كان هناك ترشيحات لبعض القضايا رفضت بضع الشخصيات يعني كثير هناك ما يتحدث عن شخصيات أكاديمية الكتل السياسية ونعرف الخفايا ورفضت قبل أن تقدم لا نقبل بها هناك إصرار على شخصيات سياسية من نفس المشهد جربت سابقا وبالتالي هذا الإصرار أضاء على العراق يعني اليوم نحن في شهر الثالث شهر مارس الميزانية لم تقدم والبلد متعطل عن العمل فقط الرواتب وهذه مشكلة كبيرة يواجهها العراق في ظل تحديات اقتصادية وداخلية وفي ظل متغيرات كبيرة وخطيرة في منطقة الشرق الأوسط أشكرك جزيلا على انضمامك إلينا من بغداد الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر